السلام عليكم أهلاً وسهلاً بالجميع أنا سليم كيف حالكم؟ إنني أمثل البرنامج السعودي لسلامة المنتجات هذا البرنامج أبدعته الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس والجودة كإحدى مبادرات التحول الوطني تحت مظلة منظومة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بعضكم يسأل ما هو هدفي؟ أليس كذلك؟ إليكم الجواب هدفي هو رفع مستوى السلامة في المنتجات والسلع المعروضة في سوقنا السعودية ومن ثم أكون أنا وأنتم وجميع من في هذا الوطن الغالي على ثقة كبيرة بهذه السوق وما يعرض فيها من منتجات كأنني أسمع بعضكم يسأل كيف؟ من الجيد أنكم سألتم سأجيبكم ولكن بعد هذه المقدمة بالطبع لا يمكن أن أصل إلى هدفي إلا بأدوات وإمكانيات وأبشركم أنها قد توافرت والحمد لله من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده وولي ولي عهده الذين أطلقوا رؤيتنا المباركة 2030 لهذا الوطن الغالي وبالطبع سأحتاج الكثير من مساعدتكم إخواني وأخواتي للوصول إلى هدفنا من أجل رفع مستوى السلامة في المنتجات المعروضة في الأسواق كما قلنا لابد أن نعرف المستوى الحالي لسلامة المنتجات والسلع المعروضة علينا في السوق هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح بالتأكيد وأنا بالفعل بدأت مع فريقي في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وسنذكرها باسمها المختصر الهيئة دائما في هذا العام 2016 اشترينا عددا من عينات المنتجات المعروضة في السوق السعودية والآن نحن نختبرها في مختبرات الهيئة وأحيانا في مختبرات خاصة وبهذا أصبح عندنا بداية مؤشر السلامة الأولي في أسواقنا وأعدكم أنا وفريقي في الهيئة والجهات المسؤولة الأخرى أننا بنهاية عام 2020 سنرفع مستوى السلامة في سوقنا بنسبة تزيد على 20% فوق مستوى البداية لمؤشر السلامة الأولي نعود للإجابة على السؤال كيف؟ أهم أدواتي والمساعدين لي لتحقيق هدفيهم أولا الأنظمة والقوانين ويمثل الأنظمة والقوانين مساعد نظام وستتاح له الفرصة لاحقا للتحدث معكم ثانيا اللوائح الفنية لقطاعات المنتجات وستحدثكم أختنا لوائح عن نفسها لاحقا ثالثا منظومة قبول وتعيين جهات تقويم المطابقة وأخي مقبول سيتكلم عن نفسه في فرصة قادمة رابعا مؤشرات المطابقة لقطاعات المنتجات وسنقيس هذه المؤشرات معا بشكل سنوي للتأكد من أن كل الأدوات والجهات المسؤولة عن السوق تعمل في منظومة متكاملة وتحقق هدفنا ومنها نعرف أين الخلل ونصححه ونحدد المؤشر العام الذي سيشمل جميع المؤشرات الفرعية ولكن كيف نقيسه؟ بالتأكيد كما عملنا في قياس المستوى الأولي سنكرر هذا كل عام ونعرف هل ارتفع مستوى السلامة أم لا وأعرف أني قد نجحت في تحقيق هدفي وسنتحدث إليكم لاحقا عن تفاصيل القياس خامسا الأدوات الألكترونية وهي أهم وأسرع أدوات تساعدني في عملي وأهمها مسبار نعم مسبار هذا يساعدني ويساعدكم في معرفة المنتج الموضوع على الرف هل هو سليم أم لا عن طريق قراءة الباركود في المنتج أنتم تعرفون هل هو سليم أم لا ونحن نعرف من الذي أدخل هذا المنتج إلى السوق وسنتحدث إليكم لاحقا حول هذه الأدى أتمنى أن أكون قد أعطيتكم فكرة عني وعن أدواتي والمساعدين لي أنا والهيئة والجهات الحكومية المسؤولة وأنتم معنا سنحقق بإذن الله هدفنا ونصل إلى الثقة الكبيرة في سوقنا سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر